طيب هنا هل أتوسع في الفهم شوية وأقول أن الدعاء يرد القدر ده نص حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء وكمان يقول لنا صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل لا ادعي ادعي وما تقولش إيه اللهم إني لا أسألك رد القضاء لا ادعي ربنا سبحانه وتعالى وقول يا رب اللهم إني أسألك أن تجع على كل قضاء قضيته لي عاقبته رشد ادعي علشان لو فيه قضاء معلق ممكن يحصل منه شيء انت لا ترضاه بهذا الدعاء قد يرد الله سبحانه وتعالى عنك القضاء الدعاء والقضاء يعني يختلفان ويتصارعان في السماء وعلى حسب قوة الدعاء قد يرد القضاء زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو تساوى الاتنين يفضلوا كده في السماء معلقين ده بيصارع ده وده بيصارع ده الدعاء يدفع عن العبد القضاء الذي لا يحبه والله عز وجل يقبل من عبده هذا الدعاء ويدفع عنه بهذا الدعاء ما كتب عليه من الأمور التي ليس فيها قضاء مبرم إنها من القضاء المعامل طيب ساذا فضلتك تقول الدعاء تاني اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي عاقبته رشد ده أنا كده يعني بقوله رب كل قضاء قضيته لي خلي في نهايته في عاقبتي وفي نهايتي أمر خير لي وعلى فكرة هو أنا لو فهمت قضية القدر صح وفهمت حكمة ربنا سبحانه وتعالى وطلاقة قدرة الله عز وجل وأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة أنا هعيش بالمنهج ده هعيش حياتي كلها وأنا شايف أن كل حاجة بتحصل لي خير عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير أصابته صراء شكر فكان خيرا له أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ما بين مقام الصبر وما بين مقام الشكر يعيش العبد في خير مطلق في كل ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين